سجلت اتصالات الجزائر بولاية عين الدفلة أرقام جد مهمة خلال سنة 2024 بإنجاز أكثر من 37 خط نفاذ من خلال ربط المنازل بتقنية الألياف البصرية تعكف حالياً على إنجاز مجاريح جد طموحة على مستوى هذا الولاية بحيث في البرنامج لسنة 2024 استفدت ولاية عين الدفلة بإنجاز أكثر من 37 514 خط نفاذ موزعين على 10 947 فيما يخص المشاريع الحديثة أو ربط المنازل والأحياء الحديثة بهذه التقنية أما فيما يخص التحديث والتحديث الشبكة اللي كانت ما يعرف بالربط المنازل بالشبكات النحاسية حالياً عدنا في ولاية عين الدفلة أكثر من 25 415 خط نفاذ المواطنين استحسنوا العروض المقدمة كما ثمنوا مجهودات الفرقة التقنية لاتصالات الجزائر شكروا اتصالات الجزائر اللي كانت متواجدة اليوم ببلدية جندل ولاية عين دفلة اللي قدمتنا عرض إيدون في بغاء الجديد بثمان رمزين شكروا اتصالات الجزائر على حضور تح القيم على هذه الأعمال التي تقدمها في حي مسكن 500 مسكن عدل بحي جندل هي مشكورة على الأعمال القيمة التي تقوم بها والمبادرات الحسنة بثمان رمزية وعلى كل حالة نشكرهم على هذه المجهودات الجبار التي يقومون بها تجدر الإشارة إلى أن عملية تحديث الشبكة والانتقال من الشبكة النحاسية إلى شبكة الألياف البصرية متواصلة عبر مختلف تجمعات السكن والأحياء بولاية عين الدفلة